ورشة وعمل إقليمية عن دور الذكاء الاصطناعي في التعليم بأكاديمية المعلمين نظمت الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر تطبيق زوم ورشة عمل إقليمية بعنوان استكشاف أفاق المستقبل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تمكين المعلمين من صنع جيل جديد من المفكرين وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم شارك بالورشة حوالي 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس في التعليم العام والتعليم الفنية بالإضافة إلى باحثين ومهتمين بالتعليم من دول عربية مختلفة وتناولت الورشة العديد من المحاور بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي في تحسين العملية التعليمية ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بنرحب بحضرتك على شاشة قناة مدرسة نتالات نجدل التحية لحضرتك دكتور زينب الحقيقة ليس هناك أدنى شك في أن الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر ولغة المستقبل واتجاه الدولة بكافة مؤسساتها وبالطبع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في هذا الأمر هو شيء مطلوب بشكل كبير خلال هذه الأقونا دعينا نتحدث عن الورشة أهم المحاور التي تناولتها وخاصة محور الذكاء الاصطناعي كما ذكرنا في البداية هو الحقيقة الأكاديمية المهنية المعلمين وفضوء توجيهات معالي الرئيس ومتابعة وإشراف وتوجيهات معالي الوزير إحنا كأكاديمية وظيفتنا التنمية المهنية للمعلمين ودورنا الأساسي فإحنا طبعا بناسع إن إحنا نطلعهم على كل ما هو جديد وحياتكم زي ما أنتم شايفين إن ذكاء الاصطناعي أصبح يعني واقع ملموس وكلنا دلوقتي بقينا نتعامل به صحيح فكان لابد إن إحنا نلفت نظر زملائنا المعلمين وإنهم لأهنية الذكاء الاصطناعي والحياة الورشة تناولت محاور كتيرة خاصة إن إحنا دلوقتي في ظل الأزمات الموجودة حوالينا والطوارئ اللي حوالينا كنا لازم نشوف إيه من الذكاء الاصطناعي بيقدر نستخدمه أثناء الطوارئ والأزمات يعني الورشة تناولت الزكاء الاصطناعي تعليم أثناء حالات الطوارئ والأزمات تكييف طرق التدريس باستخدام الزكاء الاصطناعي التوليدي نعم والزكاء الاصطناعي التوليدي وتطوير المنهج وأخلاقيات الزكاء الاصطناعي في التعليم وكان فيه تصور كده لخارطة طريق لتطبيق الزكاء الاصطناعي في العملية التعليمية دي المحاور اللي تناوليتها الورشة والحياة الورشة كان بيحضر فيها الدكتور أستاذ دكتور محمد شلتوت وهو خبير الزكاء الاصطناعي واستشاري الزكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية ومصري ولكن بيعمل في المملكة العربية السعودية بالطبع إذن فنحن نتحدث عن تطوير العملية التعليمية بكافة عناصرها عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي حتى نستطيع الإطلاع أو استكشاف أفاق المستقبل وعلى الجانب الآخر تطوير مهارات وقدرات المعلم أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى ينعكس ذلك في النهاية بالنفع والفائدة على الطالب دكتور زينب ماذا عن التوصيات التي خرجت عن هذه الورشة فيما يتعلق بالآليات التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير العملية التعليمية بشكل عام وتطوير مهارات المعلم والمنهج الدراسي وأيضا البنية التحتية المتقدمة على وجه الخصوص والله يعني هي أوصة الورشة مجموعة من التوصيات والحيات دي كانتش أول ورشة ده كان فيها أصدقها ورشة برضو خاصة بالذكاء الاصطناعي وهندات التعليم وثلاثة ورشة أخرى خاصة بالذكاء الاصطناعي وفي ذلك الأزمات والحقيقة أننا مهتمين جدا بأننا نعمل زي زيادة الوعي ووعي المعلمين وزيادة تعلمات ومهتمين المهنية على دور الذكاء الاصطناعي وأنا كمان مهتمة بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي يعني دي نقطة مهمة جدا إحنا الوقت فيه عندنا أولادنا بيستخدموه والمعلمين بيستخدموه لابد أن يبقى فيه في ضوء قواعد وأخلاقيات نقدر نوظف فيها الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي وتوصيات الورشة كانت أننا قلنا لابد من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكسفة للمعلمين حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم مع تركيز على كيفية دمجة في الملاهج الدراسية وتوظيفها لتعزيز تجربة التعلم وتطوير بنية تحتية تقنية متقدمة على أساس تأمن شبكات الانترنت والأجهزة بحيث أنها تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي والاشتراك في التطبيقات الذكية أننا نوظف تطبيقات تحليل البيانات التعليمية ودي مهمة جدا لأننا بقدر أعمل زي أناليسز عن كل متعلم بقدر أعرف كل متعلم خصاصه إيه واحتياجاته إيه ومشاكله إيه فبنحدد نقاط القوة والضعف لكل طالب ونقدر نديله دعم في النقاط اللي عنده ضعف فيها ونشوف إيه المواهب والقدرات المتميزة عنده ونقدر نوظفها بطريقة صحيحة برضو نقدر نوظف أنظمة التعلم التكايفية اللي هي تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان ندي كل متعلم أنظمة التعلم اللي تتناسب معه وتخصيص التعلم يعني يبقى فيه عندي معلم مخصص لكل متعلم في ضوء خصاصه والحقيقة إن أنا من يومين كده لقيت فيه عندي دلوقتي بقى عندي بلاتفورم أو منصة تعليمية قيمة على الذكاء الاصطناعي ومن خلالها ابتدوا يقدر كل واحد يعمل وابتدينه التعلم للتناسب مع خصاصه النفسية واحتياجاته التعليمية وقدراته فالحقيقة ده بقى يعني تطور كبير جدا لابد إن إحنا نفعلا نحفز معلمنا وطلقنا على الابتكار ويمكني أقول لكم برضو إن إحنا كان عندنا مسابقة في نتكلمتوا أنتوا عنها قبل كده نتجاتها إن شاء الله هتبقى يوم تسعة ننتظر نتائج هذه المسابقة دكتور زينب وفي الحقيقة يعني أود أن أشكر حضرتك وأفتين وأطلعتين على كثير من التفصيلات يعني ربما توظيف المواهب ومقاومات الشباب هذا أمر جيد جدا وأريد أن أقف عند نقطة ذكرتها في البداية ربما يعني هي خارج الإطار شيئا ما لكنها لها ضرورة كبيرة جدا والتعليم أثناء الطوارئ والأزمات وذلك ما يؤكد على أن مصر لا تنتظر حدود أزمة لتعلم كيفية التعامل معها بل وربما تصدر هذه القدرات والمقاومات للدول المجاورة في أزماتها وفي مشكلاتها والطوارئ التي اتعاني منها بنشكر حراج جزيل الشكر مرة أخرى دكتور زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين على هذه المداخلة